تكنولوجيا ومش بس التكنولوجيا آيلون ماسك تطبيق جديد شد اهتمام المتابعين للتكنولوجيا اسمه كلاب هاوس عامل يعني بدأ حاجة كده بسيطة جدا ما أقل من سنة ووصل دلوقتي لمليار قيمته السوقية مليار جنيه عبارة عن محادثات مش بالكتابة لكن بالصوت والدخول له لازم يكون بدعوة من أعضاء تطبيق نفسه الوصل عدد مستخدمي لأكتر من خمس ملايين شخص مؤخرا وزادت قيمته لمليار دولار شهرة التطبيق بقى زادت جدا اليومين اللي فاتوا يعني قالوا ماسك الرجل ده بقى عمل يعني كل اسبوع لازم يعمل فقاعه بيتقلب الدنيا هو طبعا دلوقتي وهو كان من اسبوع أغنى رجل في العالم معيني فقد الأسهمر نزلت بنسبة 2.9 من 10 فتراجع تاني للمركز التاني الله يكون فعونه وطلع تاني الرجل بتاع أمازون أنه بقى هو متصدر المشهد المهم يعني أيلون ماسك ده وجه دعوة للرئيس الروسي بلاديمير بوتين أنهم يتكلموا على كلاب هاوس والكريملين رد عليه رحب حسب شبكة سي أم بي سي الأمريكية لكن اللافت أن الدعوة دي كانت على تويتر اللي بدأ منصة شبيهة اسمها سبيسيز وكمان فيسبوك شغال على مشروع من نفس النوع بيعتمد على الصوت عايز أقول لحضراتكم بمناسبة إيلون ماسك إحنا كنا الإسبوع اللي فات اتكلمنا على موضوع البيتكوين وإيلون ماسك برضو كان تسبب يعني طفرة كبيرة في البيتكوين بيتكوين خلال الإسبوع من ساعة ما اتكلمنا الخميس اللي فات لحد النهاردة وصل زاد العملة الوحدة زادت قيمتها حوالي 7000 دولار ارتفعت من 6 أو 5000 دولار من 46 ألف دولار الأسبوع اللي فات بقت 51 ألف دولار والله أعلم هنوصل حد فين خبرنا الجاي